لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الابتلاءات والتكاليف الشرعية فأتمهن وقام بهن على خير وأكمل وجه قال الله تعالى وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم جاء الأمر الإلهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يرفع قواعد البيت الحرام فذهب إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقال له يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه قال إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وشرع في تهيئة الأرض وتجهيز الأرض وتنقيتها من الحجارة ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله تهون المشاق ثم ذهب إسماعيل عليه السلام ليأتي بالحجارة وأخذ إبراهيم عليه السلام الحجارة وبنى بها البيت حتى ارتفع البناء وكان لابد من الإتيان بحجر ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام ويزيد في البناء فأتى بحجر وقام عليه فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أي قدر من الشرف ناله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهل هناك دليل أوضح على إمامة إبراهيم عليه السلام من بيت الله الحرام ومن مقام إبراهيم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر